الخبر الجاي ده خبر مهم وبرضه كان الناس كتير ايو بتتكلم عنه الفترة اللي فاتت وهو امكانية انضمام رمضان صبحي لنادي الزمالك ها رمضان صبحي ممكن ينضم بالنادي الزمالك؟ هحكي لك بالتفصيل جداً كل ما يحدث وهقولك مفاجأة في الآخر هقولك مفاجأة مهمة في الآخر ايوة الزمالك كان مهتم برمضان صبحي وبعض الناس وبعض المسؤولين في نادي الزمالك تحدثوا مع رمضان صبحي حول امكانية انضمامه للفريق اللاعب ما رفضش ما رفضش وده المعنى الضقيق للكلام يعني هو مش موافق بنسبة 100% بس ما رفضش قال شوفه مع بيراميدز وبعد كده نتكلم بيراميدز بيغالف طلباته سواء على مستوى البيع النهائي او حتى على مستوى الاعارة يعني الزمالك عرض لاتنين بشكل وده ما فيش مخطبات رسمية بالمناسبة سل الاتصالات اللي رايحة جاية يعني بيع الارقام مبالغ فيها جداً فالزمالك قال مش هبص القصة البيع او الشرع يعني اعارة اه ممكن استقيل اللاعب طب هتعيلوه بكام الرقم برضو كبير جد طيب بيراميدز ايه حكيتم مع رمضان صبحي رمضان صبحي وبيراميدز علاقتهم في الوقت الحالي مش على خير ما يرام مش جيد اللقم مش جيد ورمضان شايف انه النادي موقفش معه في قصة المنشطات او ازمة المنشطات الاخيرة وابتعد عن الفريق حتى في مباراة نهاية الكاس كان مش موجود اصلاً في الملعب يعني مش ولا في التشكيلة ولا على الدكة ولا حتى في الملعب يحتفل مع اللاعبين فالعلاقة بين رمضان صبحي وبراميدز مش احسن حاجة طيب البراميدز ما عندوش منع في بيع او اعارة رمضان صبحي بس بارقام كبيرة جداً بيع او اعارة رمضان صبحي عشان كده تحركوا في صديق اجولة هذا اللاعب واحد من افضل الاجانب اللي موجودين فيه الدوري المصري تحركوا لضم هذا اللاعب طيب ازا مالك مش عارف يجيب رمضان صبحي وبراميدز تحرك في صديق اجولة تحسباً لرحيل رمضان صبحي لعرض خارجي بقى ويبدو ان رمضان هيكمل ويبدو ان براميدز هيجيب معها صديق اجولة طيب ازا مالك قالك لا طيب استنى ده انا كنت هياخد رمضان صبحي وانت هتاخد صديق اجولة ده البراميدز يعني وكلنا نطلع مبسوطين فالبراميدز مش عايز يسيب رمضان صبحي الا بارقام كبير فرح الزمالك عمل ايه بقى خلال الساعات اللي فاتت قالك لا تم خش في صديق اجولة لعله عسى اعرف اضم برضو الارقام المطلوبة في صديق اجولة كبيرة بس مش زي الارقام المطلوبة في رمضان صبحي فقالك اخش في صفقة صديق اجولة والان في هذه اللحظة في تنافس ما بين الزمالك والبراميدز على صديق اجولة طيب حد ايه يقول لي عم كريمها هو الزمالك بيجيب فلوس منين يعني صديق اجولة انت بتقول لي داخل فيه جاب اتنين اجانب كمان فالفلوس دي جاي منين فيه كثير او قليل بمعنى اضكى عفوا يعني قليل من المحبين لنادي الزمالك او رجال اعمال الزمالكوية اللي بدأوا يدعموا صفقاته في الفترة الحالية ببساطة فصديق اجولة دخل اهتمامات نادي الزمالك بل بالمعنى الاضاق يعني الزمالك بدأ يتحرك فيه بشكل فيه جدية كبيرة جدا وينافس براميدز الآن على ضم اللحب دي حكاية